أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاءة عدة مع زعم أدول العربية على هامشي قمة جدل الأمن والتنمية في السعودية وأكد بايدن على ترسيخ العلاقات الاستراتيجية مع دول المنطقة وتعميق الشراكة بما يخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في مجالات الأمن والاستقرار والطاقة والتكنولوجيا فما شكل التعاون الأقليمي الجديد الذي أسست له جولة الرئيس الأمريكي ولماذا شدد بايدن على أن حقبة نهاية الحروب في المنطقة تتحقق؟ على هامشي قمة جدل الأمن والتنمية في السعودية كان للرئيس الأمريكي جو بايدن لقاءات عدة مع قادة الدول العربية تصدرها ما تواجهه المنطقة من تحديات في ظل تقلبات أسواق النفط والطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغدائية في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا في هذا الإطار أكد بايدن خلال لقائه مع الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي العلاقة الاستراتيجية بين البلدين فيما أبدى السيسي استعداده للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد لقاءات الرئيس الأمريكي سجلت دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري وجهها بايدن لناظره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد الانهيان الذي أوضح أنه يعمل على مد الجسور وبناء علاقة قوية بين أبوظبي وواشنطن أتطلع إلى فترة أخرى من التعاون القوي والمتنامي بين بلدين وتحت قيادتكم في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا كلانا يدرك أن التحديات التي نواجهها اليوم تزيد من أهمية التنسيق بيننا وأريد رسميا أن أدعوك لزيارة الولايات المتحدة قبل نهاية العام أما محادثات بايدن مع رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي فركزت على الالتزام باتفاق الإطاري الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين البلدين مع مواصلة التنسيق الأمني ودعم العراق في معركته ضد الإرهاب لضمان عدم عودة تنظيم داعش وفق بيان مشترك نشره البيت الأبيض الطرفان شددا على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تستجيب لإرادة الشعب العراقي واحترام ديمقراطية العراق واستقراره وسيادة أراضيه بما في ذلك إقليم كردستان وبالنسبة إلى العلاقات مع قطر نقل موفد الحرة أن بايدن أشاد خلال لقائه بأمير قطر تميم بن حمد الثاني بجهود الدوحة لإرساء الأمن والاستقرار في أفغانستان وثمن بايدن توسيع أفق العلاقات البحرينية الإسرائيلية خلال لقاء ثنائي مع ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة كما تعهد عند اجتماعه بالعاهل الأردن عبد الله الثاني بمنح الأردن مساعدات سنوية بنحو مليار ونصف المليار دولار على مدى ست سنوات ملف آخر كان حاضرا في جولة الرئيس جو بايدن ملف جزيرة تيران الرئيس الأمريكي رحب بعزم السعودية إجلاء قوات حظ السلام متعددة الجنسيات من جزيرة تيران مع الحفاظ على كل الالتزامات والإجراءة المتبعة في المنطقة وجاء في بيان المشترك بين واشنطن والرياض أن المنطقة ستطور لأغراض سياحية واقتصادية وكانت جزيرتات تيران وصنافير غير المأهولتين تحت السيطرة المصرية منذ العام الف وتسعمائة وخمسين واحتلتهم إسرائيل أثناء حرب السويس وكانت من أسباب حرب عام سبعة وستين عندما أعلنت مصر نشر قواتها فيهما وإغلاق مضيق تيران استعدت مصر السيطرة على هتين الجزيرتين عام 1982 بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المنعقدة في العام 1979 والتي نصت على اعتبار الجزيرتين جزءا من منطقة لا توجد فيها قوة عسكرية إنما شرطة فقط وتنتشر فيها قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات تتمركز قوة حفظ السلام في جزيرة تيران منذ توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر ويبلغ عديدها ألف وسبعمائة جندي بينهم أربعمائة وخمسون أمريكيا في أبريل من العام 2016 أبرمت القاهرة والرياض اتفاقا لترسيم الحدود نص على انتقال طبعية الجزيرتين إلى السعودية انتقال السيادة فعليا على الجزيرتين إلى السعودية مرهون بموافقة إسرائيل لأنهما جزء من اتفاق السلام المبرم مع مصر وأكدت مصادر مطلعة أن إسرائيل لم تبدأ أي اعتراض على ذلك للحديث أكثر ينضم إلينا عبر سكايب من ميرلاند الأستاذ في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز الدكتور إدوارد جوزيف ومن العاصمة الأردنية عمان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنية الأسبق الدكتور جواد العناني مرحبا بكم دكتور جواد العناني أريد أن أبدأ معك من خلال هذه الزيارة للرئيس الأمريكي ومشاركته بقمة جدة ما أبرز ما سيتغير على الصعيدين الأمني والاستراتيجي في العلاقات العربية الأمريكية التي يقول الرئيس بايدن بأن أمريكا عادت إلى المنطقة دعونا نبدأ من الحقائق على الأرض من معظم الدول العربية التي اشتركت في اجتماع جدة مع الرئيس بايدن كلها فيها قواعد أو معظمها فيها قواعد عسكرية أمريكية فإذا نتكلم على التعاون الأمني هو عمليا حاصل الآن المطلوب كان هو خلق ما يسمى بهيكل وحدوي هيكل تضامني بين هذه الدول التسعة وأعتقد بأن زيارة الرئيس بايدن قد سهلت هذا الأمر الآن هناك أعطيت أسماء مختلفة لمثل هذا التجمع ولكن أنا في الأخير أعتقد بأن كلمتين تنمية وأمن ارتبطاتها مع بعضهم البعض فخلقتها الفرصة ليس فقط للحديث عن الأمن الخشن والأمن العسكري وإنما أيضا عن الأمن الناعم المتعلق بالتأمين الغذائي وبالطاقة وبالبيئة وكلها وضعت في سلة واحدة بحيث ينظر إليها كباكج ووسيلة للتعاون بين هذه الأخطار ذلك سيكون للولايات المتحدة بهذه الصفة وجود ليس فقط عسكريا وإنما وجودا تنمويا وتكنولوجيا يساعد هذه الدول على أن تحل مشكلاتها الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الدولية التي نشأت عن الكورونا وعن حرب أوكرانيا طيب دكتور إدوارد جوزيف ما هي المؤشرات التي رأتها الولايات المتحدة من دول المنطقة بأنها قد تذهب إلى الحضن الروسي أو الصيني إذا لم تعد الولايات المتحدة إلى المنطقة كما هو عهدها في السابق نعم المؤشرات واضحة كانت هناك زيارات من قبل مسؤولين صينيين وروس كبار إلى المملكة وتكلموا عن صفقات السلاح مع روسيا والصين وقعت شراكة استراتيجية مع إيران منذ حوالي سنة وبالتالي ليس من سر في هذا المجال الأمور واضحة روسيا أيضا موجودة في سوريا وتلعب دورا قويا في دعم بشار الأسد عللا كل ذلك ليس سريا وما فعله الرئيس بايدن أو ما أنجزه أمور ثلاثة أولا أعاد التواصل على أعلى المستويات مع حكومة السعودية وبالتالي العلاقة الأمريكية السعودية عادت إلى مصارها القديم هناك تواصل على أعلى المستويات رغم الانتقادات التي وجهت للرئيس هنا في أمريكا لاجتماعه مع محمد بن سلمان ثانيا الرئيس بايدن أيضا التزم بأن أمريكا لن تغادر الشرق الأوسط هذه كانت رسالته الأساسية إلى القادة التسعة وإلى المنطقة برمتها لن يكون هناك فراغ تملأه الصين وروسية هذه هي الرسالة بشكل عام من قبل الرئيس بايدن لدورة دول مجلس التعاون الخليجي وأخيرا هناك أيضا مؤشرا أساسيا يتعلق بالوحدة أرسل إلى إيران نتصور قادة إيران يتابعون ما حصل وأهم ما يمكن أن نشدد عليه أن ما قيل هو أن الاختلافات قليلة جدا وغير مهمة بين أمريكا وهذه الدول العربية الشريكة التسعة فيما يتعلق بإيران وفيما يتعلق بأمن المنطقة وأمن الملاحة عبر مضيق هورموز من يتابع ما حصل من إيران عليه أن يسجل بوضوح أن هذا الموقف موقف موحد أي كانت الاختلافات الصغيرة الأخرى دكتور جواد العنالي انطلاقا من هذه الإجابة إلى أن هناك مؤشرات كانت واضحة للولايات المتحدة بأن هناك لقاءات صينية ولقاءات روسية في المنطقة يريدون الاستثمار في هذه المنطقة وبالتالي تسارع الولايات المتحدة لبقاء فيها وعدم إيجاد أي فراغ أو فرصة لهاتين الدولتين للاستثمار فيها هذا يعني بأن دول المنطقة المستقلة لها الخيار بأن تذهب شرقا أو غربا هل جاءت الولايات المتحدة بما يغري هذه الدول لأن تبقى أكثر ولا تذهب إلى الجانب الشرقي أعتقد بأن القضية أعقد من ذلك بكثير لا ننسى حاليا في الوقت الحاضر أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ككل وبين الصين هو أكبر تبادل تجاري لهذه المنطقة مع أي دولة أخرى في العالم صحيح أن الوجود الأمريكي في مجال التكنولوجيا مجال التعليم مجال الخدمات أكبر بكثير ولكن في المجال التجاري أصبحت الصين هي شريك التجاري الأول الأمر الثاني هو أن الطلب على النفط مستقبلا في منطقة الخليج إذا عادت الظروف الطبيعية إلى طبيعتها سيكون طبعا الطلب مصدره في آسيا أكثر بكثير مما هو في مناطق أخرى فلذلك سيكون هناك تعاون اقتصادي بين مثلا الصين ودول آسيا والهند وغيرها مع الدول العربية لكن بالمقابل نحن نتحدث أيضا على بعد آخر وهو الذي أكد عليه كل الزعماء العرب هو أن تحقيق الأمن والمنطقة يجب أن ينطلق أيضا من حل عادل للقضية الفلسطينية صحيح فيه هناك تركيز على إيران لكن لم يخلو ولا خطاب أي رئيس عربي اليوم في المؤتمر من الإشارة الواضحة والصريحة إلى ضرورة أن يكون الموقف الأمريكي أكثر رسوخا وأكثر إيجابية دكتور جواديو عند هذه النقطة هل تعتقد بأن اليوم الموقف العربي يستطيع يؤثر على الموقف الأمريكي لأنه حضرتك ذكرت الكلمات التي استمعنا إليها من القادة العرب كانت تركز هناك عامل مشترك وهو القضية الفلسطينية هل سيؤثر بشكل وآخر خصوصا ونحن نتحدث عن عودة أمريكية للمنطقة نعم هذا صحيح لماذا السؤال هو أن أمريكا إلى حد إلى بداية الرئيس في بداية فترة الرئيس بايدن كان هناك حكي بأنه ليس مهتم بقضية الشرق الأوسط وأنها ليست على أسلم أولوياته ومن خاصة القضية الفلسطينية لكن لما قامت الحرب بين غزة وإسرائيل لم يكن الرئيس بايدن قد تصل مع زعماء عرب ولكنه أجر مكالمات عديدة مع عدد من زعماء العرب من أجل إيقاف تلك الحرب كذلك رأينا أن اهتمامه قد عاد إليها بعد الأزمة الأوكرانية هناك مفهوم الغاز والغاز البحر المتوسط مفهوم النفط وارتفاع أسعاره في المضخات الأمريكية هناك فترة فيه هناك فرصة تفاوضية للعرب ليقنع الرئيس بايدن وجهة النظر هذه أكثر مما كانت متاحة قبل عدة أشهر طيب دكتور إدوارد جوزيف أيضا الكلمات التي استمعنا إليها والمواقف في هذه القمة بأن الرئيس بايدن شدد على أن حقبة نهاية الحروب في المنطقة تتحقق بالفعل هل هذا انطلاقا من الهدنة المنعقدة الآن في اليمن في الحرب الطويلة التي كانت تجري في اليمن؟ أن هذا مجرد أمل أو تطلع من قبل الرئيس بايدن طالما أن لإيران وكلاء في دول في الشرق الأوسط بما فيه في اليمن ستكون هناك فرص للتصعيد والحرب نتمنى طبعا أن تستمر الهدنة في اليمن ولكن هناك توتر كما هو الحال في سوريا ووضع لبنان على شفير الانهيار الاقتصادي الذي سيتدعى مع ازدياد أزمة الغزاء وبالتالي هو أمل من قبل الرئيس بايدن أن يحاول أن يركز على الأمن والاستقرار وأذكر بأن أفصين لا يمكن أن تحل محل أمريكا يمكنها أن تعزز من التجارة ولكنها تستهلك أيضا النفط ولا يمكنها أن تساعد على المستوى التكنولوجي أو الأمني أو على مستوى توفير الأسلحة أو على المستوى السياسي من يمكنه أن يتطلع إلى الصين لحل أزمات في الشرق الأوسط من يمكنه أن يتوقع من الصين أن تلعب دورا لحل الأزمات أما في مجال الأسلحة من سيشتري سلاحا من روسيا بعد فشلها في هذا المجال في أوكرانيا لا يمكنه اعتبار روسيا مع كل الفساد وكل الفشل في أوكرانيا للأسلحة أمريكا تريد ربما أن تخفف من انخراطها في المنطقة ولكن دول المنطقة تريد من أمريكا أن تبقى منخرطة وهذا ما أكده الرئيس ترامب أمريكا ستبقى وفي نهاية المطاف سيكون هناك تطرق إلى المسألة الفلسطينية والسعوديون يمكنهم أكثر من غيرهم أن يلعبوا دورا إيجابيا في هذا الإطار عبر تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل تقدم على المستوى الفلسطيني دكتور جواد العناني بالنسبة لك أن مسألة حقبة الحروب في المنطقة هي تنتهي هل هذا الأمر أمل فعلا أم هو بالفعل أمر واقع بأن لا حروب في المنطقة وهناك اتحاد بين مزدوجين عربي يبدو من خلال الكلمات التي استمعنا إليها والمواقف والحديث عن اشتراك وعمل بمجالات عدة منها الطاقة وغير الطاقة يمكن إذا أردنا أن نفصل في هذا الموضوع في ضوء القمة التي حصلت في جدة يجب أن نعيد التقييم للمقابلات الثنائية التي أجرها الرئيس بايدن مع الزعماء العرب فرادا كان لكل واحد منهم اهتماما وقضية مهمة يركز عليها قطعنا المملكة العربية السعودية مهتمة جدا باستمرار وقف اطلاق النار في اليمن وتأمل أن يتحول هذا إلى حارة سلام دائمة وأن تحل المشكلة اليمنية وتخرج السعودية من هذه الأزمة إذا استمعنا إلى مثلا البحرين لها أولوياتها دورة الإمارات لها أولوياتها ولكنني أقول بأن فيما يتعلق بعملية التطبيع التي أشار إليها المتحدث السيد جوزيف معك أعتقد بأن في المملكة العربية السعودية لن تقدم علنا على التطبيع مع إسرائيل إلا إذا رأت أن هناك تقدما واضحا على المسارس السلمي وخاصة وأن مبادرة بيروت عام 2002 التي أجمع عليها دول عربية وتعهدت فيها بعد توقيع السلام بالتطبيع الكامل مع إسرائيل أتت أصلا من السعودية فلذلك أنا أراضي مضبطة السعودية في هذا المجال ووزير الخارجية السعودي بأن لا مؤشرات بالضبط على هذا الأمر شكرا جزيلا لهذه المشاركة لضيفين من ميرلاند الدكتور إدوار جوزيف ومن عمان دكتور جواد العناني شكرا لكم شكرا لكم